أبنائي وبناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا بدأنا في الجبر في تلمة تاني بدأنا حصة لحصة المصفوفات وقلنا المصفوفات من الموضوعات المهمة جدا اللي انت محتاجها ان شاء الله في تالتة باللزب العلمي رياضة وقلنا المصفوفة عبارة عن مجموعة من العناصر على هيئة صفوف وأعمدة وأي عنصر في المصفوفة له ربتين ربت صف وربت عمود النهاردة ان شاء الله هنتعامل مع العمليات على المصفوفات هنتعامل مع جمع وطرح المصفوفات أقول كده المصفوفة سين بتساوي سالب اربعة وسالب اتنين وتلاتة وستة وصفر واربعة المصفوفات بتساوي خمسة واحد صفر سالب اتنين اربعة سالب تلاتة طب يا طرى فيه شرط اللي جمع المصفوفات أقوله طبعا عشان أقدر أجمع مصفوفتين أو أكتر لازم شرط مهم جدا أن تكون نظم المصفوفة الأولى هو نفس نظم المصفوفة التانية يعني لازم يكون شرط أساسي وضروري عند جمعة أو طرح المصفوفات أن يكون المصفوفات على نفس النظم طيب المصفوفة سين على النظم كام؟ أيوة تلاتة في اتنين رابع عليك تلات صفوف وعمودين يبقى على النظم تلاتة في اتنين طب المصفوفة صاد أيضا على النظم تلاتة في اتنين يبقى بالتالي نستطيع إيجاد مجموع المصفوفتين أقول له سين زائد صاد بتساوي سين زائد صاد بتساوي هنجمع العناصر المتنظرة هنجمع العناصر المتنظرة سالب 4 وموجب 5 يدين موجب 1 سالب 2 وموجب 1 يدين سالب 1 موجب 3 وصفر يدين موجب 3 ستة وسالب 2 يدين موجب 4 سفر وموجب 4 يدين موجب 4 أربعة وسالب 3 يدين موجب 1 إذن جمع المصفوفات شرطة مهم وضروري لجمع أي عدد من المصفوفات لابد أن تكون هذه المصفوفات على نفس النصر طب المصفوفة النتيجة اللي طالع من الجمع أو من الطرح تكون أيضا على نفس النصر يعني تكون على النصر كام؟ على النصر 3 في 2 المصفوفة اللي هي المجموعة اللي هي حاصل الجمع برضه أيضا على النصر 3 في 2 طيب المطوب اللي بعده عايز 3 سين ناقص صاب 3 ضرب المصفوفة سين ناقص المصفوفة صاب يقول لي يعني هضرب المصفوفة سين هضربها في 3 هضرب المصفوفة سين في 3 أضرب كل عنص من العلاص المصفوفة في 3 يبقى 3 في سلب 4 في سلب 12 3 في سلب 2 سلب 6 3 في 3 بتسعة 3 في 6 تمنتاشر 3 في سفر سفر 3 في 4 بتناشر ناقص صاد قلنا الطرح هو جمع تقول لي آه أحول علامة الطرح إلى زائد وحول أجيب المعكوس الجمع للصاد نغير إشارة المصفوفة المطروح منه اللي هو صاد يقول لي يعني أعملها زائد وغير إشارة الصاد إشارة الصاد عند إيه؟ 5 يبقى سلب 5 0 سلب 4 موجب 3 موجب 2 1 بتساوي برضو هجمع العلاصر المتناظرة سالب 12 وسالب 5 سالب 17 سالب 6 وموجب 1 سالب 5 9 وصفر 9 18 واثنين عشرين صفر وسالب 4 سالب 4 12 وثلاثة 15 إذن جمع المصفوفات عملية سهلة بالصعبة ومهمة والضرب في ثابت أضرب كل عنص من عناصر المصفوفة بهذا الثابت تعالوا تشوف كمان مسألة نشوف بعد كده العملية التانية وعملية ضرب المصفوفات يا ترى ضرب المصفوفات ليه شرطة عندي؟ أه طبعا ليه شرطة عندي مهم جدا وقولك إذا كانت تعالوا تشوف مع بعض كده إذا كان المصفوفة قالت بتساوي 3-1-6-2 واضح نيه على النصب كم في كم؟ أيوة 2 في 2 برضو عليه طيب المصفوفة بيه على النصب كم؟ أيضا 2 في 2 شرط ضروري ومهم لإيجاد حاصل ضرب لإيجاد حاصل ضرب مصفوفتين طيب يدينا نورة يعني أيوة نورة أيوة نورة ألو أيوة السلام عليكم وعليكم السلام إزايك يا نورة تمام الحمد لله الحمد لله تابع معايا كده نورة للحل يا نورة أيوة تابع معايا الحل؟ معايا شما عندي سؤال أيوة تفضلي بس بحسب المثلثات دي يعوة حسب المثلثات؟ آه طيب لإكتبوا عندي دي أحدا حاضر يا نورة حاضر تفضلي يا نورة هو أكتب في أسود صورة كل من المقادر الآتية أيوة اكتب أيوة نورة تفضلي أكتب في أسود صورة كل من المقادر الآتية واحد علاجات تربيع سيتا ايه؟ علي صوتك شو هي يا نورة؟ واحد علاجات تربيع سيتا ايوا ناقص واحد علاجات تربيع سيتا ناقص واحد؟ اه علاجات تربيع سيتا علاجاتة؟ زتا اه واحد علاجات تربيع سيتا ايوا حبيبي بس كلا نورة؟ اه طيب انت بتبعان الاول او لا? اه طبعا. رب نتكلم في جامعة وطلح المصفات. ايو. قلنا فيه شرط مهم يا نورة. عشان اجمع مصففتين لازم يكونوا على نفس الايه? على نفس الناس. الله يبتعليك يا رب. اه اه تابعينا يا نورة حاضر. تابعينا يا باب. طب معلش عندي سؤال تاني. اه تاني اه تضالي. اه طلب هو ممكن لما حضرتك تشرح حسابة المثلثات تشرح لي بالتفسيط اه حتة اه اللي هي الكاس الدائري علشان كما من قناه؟ القياس الدائري حاضر 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 حاضر. القياس الدائري وقياس ستينية حاضر يا نورة حاضر. نورتين يا نورة. متشكل. حاضر يا نورة. طيب تعاني شوم النورة بتقول لي ايه دلوقتي بتقول لي فيه ثق الجيب واج Minneح تشو ابسط صورة. واحد على جتة تربيع. حان كوننا قلنا بعد كده مالوب كّة يا نورة معلوبك جتة رابع ليك? قواه. مالوبك جتة قواه. يبقى واحد على جتة تربيع. قواه تربيع. تاني مقلوب الجتة قا يبقى مقلوب جتة تربيع قا تربيع يبقى قا تربيع سيتة ناقص مقلوب الزطة مقلوب الزطة زا يبقى مقلوب زا تربيع زا تربيع سيتة طب احنا اخذنا قانوني تلت قوانين مهمة قلنا اول قانون جتة تربيع سيتة زا تجتة تربيع سيتة بتسوى واحد تالي قانون واحد زا تربيع واحد زا تربيع سيتا بتساوي قا تربيع سيتا تقول لي الله يبقى قا تربيع سيتا ناقص زا تربيع سيتا بتساوي كام تساوي واحد وهو المطلوب تاني نورا متابعاني قلنا مقلوب الجتة ايه مقلوب الجتة قا يبقى مقلوب جتة تربيع قا تربيع طيب مقلوب الزاة زاة مقلوب زاة تربيع أيوة زاة تربيع برافو عليك تبقى تربيع ناقل زاة تربيع خدنا من المتبقات خدنا مجموعة تصور يبقى تربيع ناقل زاة تربيع تسواحد صحيح وإن شاء الله يا نورة في الخشم السلسات بإذن الله هراجع معاكي القياس الدائري والقياس الستيني اللي انت تلبطيه مننا طيب نرجع تاني لضرب المصفوفات قلنا ايه الشرط المهم والضروري لإيجاد عملية الضرب بص كلا معايا عدد عناصر الأعمالة في المصفوفة الأولى اتنين عدد عناصر الصفوف في المصفوفة التانية اتنين لازم شرط ضروري ومهم أن تكون عملية الضرب أن تكون عدد الصفوف في المصفوفة التانية تساوي عدد أعمدة الصفوف عدد أعمدة المصفوفة الأولى تقول لي لازم يكون الرقم ده زي ده أه طبعا طب كان الرقم كان الرقمين ده المختلفين إذا لا يمكن إجراء عملية الضرب يبقى شرط مهم وضروري حتى فسألوا لي أوجد إن أمكن أوجد إن أمكن يبقى لابد التحقق من شرط الضرب أولا إن عدد صفوف المصفوفة التانية يساوي عدد الأعمدة هو هو آه طب والمصفوفة اللي طالعة النتيجة على النظم كام على النظم اتنين في اتنين اللي هو الأول في التالت تعالوا مع بعض كده تشوف حاصل الضرب أقول ألف يبقى تساوي هقول كده ألف عبارة عن تلاتة واحد ستة اتنين سالب واحد تلاتة تلاتة تسعة تساوي إحنا قلنا الأول طمنا الأول لشرط الضرب بصينا على عدد هنا إيه الأعمدة في الأولى وعدد صفوف في التانية متساويين أيوة يبقى يمكن إجراء عملية الضرب طب المصفوفة الناتجة طلعة عن نصب كم في كم الأول في الأخير الأول في الأخير اتنين في اتنين يبقى انت عارف هو شكل المصفوفة اللي طلعة اللي هي طلعة على النصب اتنين في اتنين طيب العنصر ده عبارة على إيه تعالى أقرأ بقعه كده قولني عشان أقرأ موقع أي عنصر بقول حتين بقول ردبة صف وبقول ردبة برافو ردبة عمود ده ايه صف أول عمود أول اللي أنا قل طبقي هعمله هنا اللي أنا النطاعة دلوقتي هعمله هنا صف أول صف أول عمود أول اهو صف أول عمود أول هضرب الأول في الأول والتاني في التاني واجمع الأول في الأول سالب ثلاثة التاني في التاني موجب ثلاثة اجمع صفر تبقى فينا ترتيبك ايه ردبتك ايه يقول لي اولا انت عايز موقعي يبقى عايز ردبت الصف وعايز ردبت العمود يقول لي ده صف اول عمود تاني اللي انا قلتوا هنفذوا صف اول عمود تاني اللي انت موقعك هنا اللي انت بتقوله نفذوا هنا عملي انت قلق فينا ايه صف اول عمود تاني صف اول عمو تاني الاول في الاول والتاني في التاني ايوه احمد اه اه بسر ازاك يا احمد عامل ايه الحمد لله متابع احمد معنا ولا ايه اه متابع احمد طيب عرفت ايه هو الشرط ضرب المصفط اه ايه هو تساوي عدد عدد صفوف المصفوف عدد صفوف المصفوف دولا ممع عدد عمدت المصفوف التاني عدد احمدت عدد احمدت المصفوف الiki المصفوف الاولى ا Government عليك ما احزم صفوف ايه اه المصفوف النتيجة طالع ايه الاول في الاخير عندك سؤالре لأل حاجة احمد ولا تحل معايا لا مستر المسألة اللي قبل رجال المصفوفات اللي عندها ضرب المصفوفات لا اللي السردك شرحتها قبل رجال المصفوفات اه قبل رجال المصفوفات اه كان في الحضير لك تغير الإشارة كان المفروض تبقى سلب واحد سلب واحد اه برافو عليك صح سلب واحد واجمع يبقى سلب سبعة برافو يا احمد بتابع تمام تمام غيرنا الإشارة فعلا بقت سلب واحد اجمع بقت سلب سبعة برافو عليك يا احمد طيب تتابع معا ضرب يا احمد اه يامد طيب يلا تعال نشوف دي كده قلني الموقع ده عبارة عن ايه صف اول صف اول انا مش شايف حضرك بات الوقت صف اول عمود تاني صف اول عمود تاني يلا اضرب الاول في الاول هتبقى تلاتة في تلاتة بتسعة برافو واحد في تسعة بتسعة اجمع هتبقى تسعة اثنين في تسعة بها AH18 برافو عليك طيب هنا بقى الموقع بتاعك اين يا احمد؟ ها هتبقى صف تاني عمود اول برافو عليك صف تاني عمود اول ادرب الاول في الاول ستة بالسلب واحد سلب ستة ضائد ستة هل صبب بعد ف paling برافو عليك طيب اللعنى دي موقعه كنا ايه؟ هتبقى صف تاني عمود تاني برافو عليك صف تاني عمود تاني ستة في تلاتة بتمنتاشر ايوه وتنف تسعة بتمنتاشر تمنتاشر وتمنتاشر اه لايون بتمنتاشر تمنتاشر وتمنتاشر ستة وتلاتية ستة وتلاتية ما أنا بأضرب اه ستة وتلاتية اه تمام في أنت يا احمد اه يا بسر تمام شكرا على اتصال يا حماد ربنا بارك لك يا رب بأن نجحك إن شاء الله يا احمد طيب ايه بدل الوقت تقولنا شرط المصفوفة حبيبي فيه شرط لضرب المصفوفة أيها طبعا يعني هنا دلوقتي تعالي نشوف مع بعض المثال ده أقول المصفوفة 2 3 4 5 ضرب المصفوفة سين 7 3 صاد إذا كان حاصر الضرب يسوي المصفوفة 7 8 11 18 أوجد قيمة كل من سين وصاد يقول لي طب الله تعالي نضرب الأول كلا تعالي نضرب دي كلا يقول لي ده عبارة عن ايه يقول لي 2 في 2 النصب هنا عبارة عن ايه يقول لي برضو 2 في 2 عدد الصفوف يسوي عدد الأعمدة أيوة يبقى يمكن إجراء عملية الدرب والمصفوفة النتجة عبارة عن ايه عبارة عن مصفوفة على النصب 2 في 2 صف أول عمود أول اضرب 2 في سين 2 سين زاءت صف صف أول عمود أول 3 في 3 بتسعة يبقى التين سين زائد تسعة يديك العنصر الاول من هنا العنصر الاول من هنا كان اللي هو تساو مصففتين طيب اقول هنا عاجة اجيب العنصر التاني اقول عبارة عن ايه عبارة عن صف اول عمود تاني التين في سبعة با 14 زائد 3 افساد هجيب هنا ايه هجيب هنا التمانية يقول لي شرط اكملها الاخر مش شرط مش شرط اكملها الاخر لان انا عايز معادلات عشان اوجد كل من سين وصال يبقى له كده الانصر الاول يساوي نظيره يعني اتنين سين زائد تسعة بتساوي سبعة حل المعادلة يبقى اتنين سين بتساوي سبعة ناقص تسعة يديك سالب اتنين اقسم على اتنين يبقى سين بتساوي السالب واحد طيب هنا بالتنازل برضو يبقى هنا 14 قلنا 14 زائد 3 صاد بتساوي العنصر المنازل اللي هو تمانية يبقى 14 زائد 3 صاد بتساوي تمانية المجموع بالاشارة مخالفة يبقى 3 صاد بتساوي تمانية ناقص 14 يديني سالب ستة اقسم على التلاتة يبقى صاد بتساوي سالب التين وكده حصلت على قيمة كل من سين وصاد فيه خواص مهمة جدا فيه خواص مهمة جدا للمصفات اولا اول خاصية المدور مدور المصفوفة يعني ايه يعني اذا كان عندي مصفوفة على النظم اثنين في تلاته المصفوفة ألف على النظم اثنين في تلاته فان الف مد تكون على النظم تلاتة في اثنين أيوة يا فاطمة أيوة مصدر إزايك يا فاطمة أخبارك إيه؟ الحمد لله الحمد لله يا رب متابعانا يا فاطمة آه متابعة الحمد لله عندك سؤال ولا تحلي معانا؟ عايز أحلي عايز أتحلي كلام رائع جدا طيب أنا هقول الأول أعرفك المحدد الأول يا فاطمة هم هعرفك المحدد الأول وبعدين تحلي معايا المحدد اللي بعده نعم أقول كلا المحدد المحدد بص المنطرة عملت زاي؟ مجموعة أعداد دي بكونة من كم صف يا فاطمة صفين صفين وعمودين وكام عمودين عمودين كنا في المصفوفة بنحط إيه؟ أقواس فاكرة أيوة المرة دي عملت إيه بقى؟ عملت قطعة مستقيمة ونقراها المحدد أربعة خمسة ثلاثة ثلاثة سبعة بقول عليه المحدد من الردبة التانية محدد من الردبة لإيه؟ التانية أه لازم عشان أفك المحدد ده لابد أن يكون مصفوف يعني على النظم ردبة التانية ردبة التالتة زي المصفوف مربعة كده على النظم التين في اتنين تناتة في تناتة بس دي محددة بقول عليها من المرتبة أو من الردبة التانية عشان عبارة عن التين في اتنين طيب أفكها إزاي بقى المحددة؟ بص معي يا فاطمة هنم المضور؟ الكتر الرئيسي هضرب عناصر الكتر الرئيسي أربعة في سبعة ناقص خمسة في تلاتة أربعة في سبعة تمانية وعشرين ناقص خمسة في تلاتة في خمستاشر تساوي كم يا فاطمة؟ تمانية وعشرين تلاتاشر معي يا فاطمة؟ نا طيب تعايفت فك اللي بعدية؟ هضرب عناصر الكتر الرئيسي اتنين في سالب واحد برافو عليكي التنفي سالب واحد يديني سالب اتنين ناقص ها ناقص خمسة في واحد بكم؟ بخمسة يديني سالب اتنين سالب كم؟ سالب سبعة سالب اتنين أيوا سالب اتنين وسالب خمسة يديني كم يا فاطمة؟ سالب سبعة شكرا يا فاطمة على الاتصال وتبعينا من خلال الشاشة يبقى المحددة مهمة جدا المحددة هي تمثل عدد حقيقي يعني ممكن يطلع بصفر او عدد موجب او عدد سالب او بكسر او بجزر اي عدد حقيقي يبقى دايما المحددة اقول بالمرتبة اتنين يعني عبارة عن اتنين في اتنين اقول من مرتبة تلاتة يعني مكونة من تسع عناصر تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنفك محددة مكونة من تلات عناصر يعني محددة من المرتبة التلتة طيب دلوقتي فيه اشارات العوامل المرافقة اشارات العوامل المرافقة بجيبها ازاي اشارات العوامل المرافقة بجيبها ازاي طيب ايوه يا احمد ايو السلام عليكم ازاك يا احمد متابعنا يا احمد متابعنا متابع فكر من المحددة ايو طيب فك معي المحددة دي اوجة قيمة المحددة ثلاثة خمسة اتنين سألي بعد يلا فك معي دي احمد يبقى ناقص في سالب اتنين يديني زاد يديني كم يا احمد خمسةاشر والتنين سبعتاشر برافو عليك يا احمد عندك سؤالة اللي حي يا احمد اتفضل اقول قلتني يا احمد قتا سيتا قتا سيتا قتا 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 سيتا قتا سيتا اه على جتا سيتا على جتا سيتا ايو طيب يا احمد اه قلتا قصة اه عايز عبصة صورة يعني اه طيب حبيبي طيب خلاص يا احمد ماشي معي حبيبي طيب دلوقتي انت عندك ابصت صورة دي ايه القتا مقلوب مين طيب القتا اينا مقلوب مين القتا مقلوب جتا مقلوب قتا يبقى دي عبارة عن ايه جتا تطلع فوق بيه يقول لي قتا يبقى عبارة عن قتا تربيع قتا تربيع سيتا القتا مقلوب جتا تعال شو ما مع بعض كلا القتا مقلوب جتا او القتا سيتا اوجد لابصة صورة القتا عبارة عن ايه تقول لي عبارة عن مقلوب جتا يبقى واحد على جا سيتا واحد على جا سيتا وهنا الجتا جتا سيتا هو عايزة ابصة صورة خلاص جبتها كلا لابصة صورة يبقى القتا سيتا عبارة عن ايه يقول لي قتا مقلوب جا يبقى واحد على جا تبوا الجتا زي ما هي جتا يبقى واحد على جا سيتا جتا سيتا وإلا لو كان على يبقى حولت القتل ايه الدلال المقلوبات الى الدلال اصلية يبقى القتا عبارة عن ايه واحد على جا واحد على جا يعتجي في المقام بجا يبقى واحد على جا سيتا جتا سيتا تعالوا مع بعض نشوف قيمة المحدد من المرتبة التالتة عندي في المحدد من المرتبة التالتة فيه إشارات العوامل المرافقة مهمة جدا إشارات العوام المرافقة تعالي شوفها الأول مع بعض كلا ده محدد من المرتبة التالتة يعني عبارة عن 3 في 3 إشارات تاعتي عبارة عن موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب يقول لي جبت الإشارات دي إزاي إشارات العوام المرافقة كنتها إزاي أقول لي أولا المرتبة بتاعتها كان عبارة عن إيه العنصر ده ردبته ايه الصف الكامل اللي الصف الاول العمود الكامل العمود الاول برضو هقول كلا سالب واحد قص مجبوعة المرتبتين واحد زاد واحد باتنين سالب تربية يديني موجب ده بدي كام صف اول عمود تاني اجمع يديني سالب واحد قص تلاتة سالب وفردي يديني سالب طب هنا واحد تلاتة اجمع يديني قصة اربعة سالب وزوجة يديك موجب عرفت إشارات العوامل المرافقة كيف منين؟ سالب واحد قس مجموعة رتبتي الصف والعمود أقدر أجيب إشارة العوامل المرافقة تعالوا مع بعض نشوف أوجد قيمة المحددة دي واضح أنه محددة من مرتبة الثالثة يبقى الإشارات يستطيع فك المحددة بعناصر أي صف أو أي عمود مع مراعاة إشارات العوامل المرافقة فرضا هفك بعناصر الصف الأول يبقى موجب سالب موجب يبقى دلوقتي هفك بعناصر الصف الأول أقول موجب واحد وأحط المحددة الصغرى مين المحددة الصغرى؟ المحددة الصغرى ألغي صف ألغي صف اللي فيه الأنصر وألغي نفس العمود هلغي الصف والعمود اللي فيه العنصر اللي انا اخدته يتفضل ايه المحددة البقية ماللهاني كده صفر خمسة سالب اتنين سالب واحد طيب العنصر اللي بعده سالب اتنين والغي الصف والغي العمود اقرى البي اربعة سبعة خمسة سالب واحد العنصر اللي بعده موجب تلاتة الغي صف والغي عمود مالليني الباقي اربعة سبعة سفر سالب اتنين تاني يا حبيبي يبقى خدنا اول عنصر انا فكيت بعناصر الصف الاول موجب واحد الغي الصف الغي العمود هادي المحددة الصغرى محددة الصغرى سفر خمسة سالب اتنين سالب واحد اللي بعدها سالب اتنين مع مراعاة اشارة العوامل المرافقة سالب اتنين والغي الصف والغي العمود اقرى العناصر الباقي المحددة الصغرى اربعة سبعة خمسة واحد خمسة سالب واحد العناصر الاخير موجب تلاتة والغي الصف والغي العمود جيب المحددة الصغرى اربعة سبعة سفر سالب اتنين تعا نكمل واحد هنفك المحددة قلنا حاصل ضرب الكتر الرئيسي سفر في سالب واحد بسفر ناقص خمسة في سالب اتنين يبقى سالب عشرة في الناقص يديني موجب عشرة يبقى قلنا كده سفر في سالب واحد بسفر ناقص سالب عشرة يبقى ناقص في سالب عشرة يديني موجب عشرة ناقص ستين فيه هضرب الكتر الرئيسي اربعة في سالب واحد بسالب اربعة اربعة في سالب واحد بسالب اربعة ناقص اتناشر 4 في سالب 1 سالب 4 ناقص 35 5 في 7 زي 3 في 4 في سالب 2 سالب 8 ناقص 0 في 7 بصفر يعني بتساوي تاني الدرب تاني 0 في سالب 1 ناقص سالب 10 هنا 4 في سالب 1 سالب 4 ناقص 5 في 7 بسالب 35 هنا 4 في سالب 2 سالب 8 ناقص 0 يديني 0 يبقى 10 هنا جمع يبقى سالب 39 مضروبة في سالب مضروبة في سالب 2 أيها يا فاطمة معي السؤالين في حساب المثلثات حساب المثلثات أيها يا فاطمة تفضلي أنا المثلات زايد زايد ايه يا فاطمة جتة تربيح سيتا جتة ايوة زايد جتة تربيح سيتا تاني زايد 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 ز طيب هنكمل الكلام اللي كنت بديكلمه دلوقتي اي معي يا فاطمة تبعتين في محددات يا فاطمة محددات لا لسه طيب تبعينها من التليفون يا فاطمة تبعينها من الشاشة يبقى نرجع تاني لفك المحددة قلنا سالب تسعة وتلاتين في سالب اتنين سالب في سالب بموجب ماليا دين في تلاتة في ستة واحد سبعة هنا تلاتة في سالب تمانية تلاتة في سالب تمانية سالب اربعة وعشرين يبقى نجمع هنا يبقى تمانية تمانية وتمانين ناقص اربعة وعشرين بتساوي اربعة وستين وده ناتج المحددة يبقى تاني في المحددة من المرتبة التالتة لابد من مراعاة اشارة العوامل المراعاة قلنا الاشارات موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب وعرفتك الاشارة جات من اين ويمكن فك المحددة بعناصر اي صف او اي عمود مع مراعاة اشارة العوامل المرافقة قلنا تاني موجب واحد والغي الصف والغي العمود للحصول على المحددة الصغرى اللي هي صفر خمسة سالب اتنين سالب واحد العنصر اللي بعده سالب اتنين الغي الصف الغي العمود اربعة سبعة خمسة سالب واحد العنصر اللي بعده موجب ثلاثة الغي الصف الغي العمود الدين المحددة الصغرى اربعة سبعة سفر سالب اتنين بكية المحددة الصغرى حاصل ضرب عناصر الكتر الرئيسي ناقص حاصل ضرب عناصر الكتر الآخر وجبنا المفكوك المحددة وتلقى الناتج باربعة وستين تعالوا مع بعض نشوف محدد المصفوفة المسلسية اقول كلا متى تكون المصفوفة مسلسية وانت اقول عليها مصفوفة مسلسية يقول لي والله حط يدي على عناصر الكتر الرئيسي الكتر الرئيسي فين اهو لو كان العناصر تحت الكتر الرئيسي بصفار ايوة يبقى تسمى مصفوفة مثلسية الكتر الرئيسة العناصر اللي تحت الكتر الرئيسي يبقى صفار ايوة تسمى مصفوفة مثلسية الكتر الرئيسة العناصر اللي تحت اللي فوق الكتر الرئيسي بصفار مصفوفة مثلسية يبقى متى تسمى المصفوفة مصفوفة مثلسية إذا كان جميع العناصر تحت أو فوق القطر الرئيسي بأصفار لو كانت العناصر تحت أو فوق القطر الرئيسي بأصفار تسمى المصفوفة المثلثية طيب يا طلع أقدر أجيب محدد المصفوفة المثلثية أقول له أيوة لو جيت فكتها بعناصر الصف الأول بعناصر الصف الأول هيدينه ألف واحد في هذه المحددة يبقى خاصية جميلة جدا المصفوفة الصفرية المصفوفة المثلثية المصفوفة المثلثية لو لقيت سفار فوق القطر الرئيسي أو أسفل القطر الرئيسي يبقى دي مصفوفة مثلثية المحددة بتاعتها فكاة كاي miserable يقول له حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي أضرب ألف واحد في الف اتنين الف اتنين اتنين ألف واحد واحد ألف اتنين اتنين ألف تلاتة تلاتة تعالوا نشوف مع بعض كده الفوق دي عبارة عن مصفوفة المثلثية أيها طبعا المحددة بتاعتها ايه يقول لي عبارة عن اتنين فاربعة بتمانية أقول كده المصفوفة عايزة فوق المحددة دي أقول اتنين تلاتة سفر أربعة يقول لي عصورة المثلثية أضرب عناصر كتر رئيسي بتمانية طب هنا واحد سفر سفر اتنين اربعة سفر ستة خمسة تلاتة يقول لي عادي مصفوف دي على شكل ايه مسلثية ايوة يبقى حاصل ضرب كتر رئيسي أضرب واحد فاربعة اربعة في ستة باربعة وعشرين هنا سالب واحد سفر سفر سالب اربعة سفر اتنين سالب واحد اتنين خمسة على الصورة المثلثية ايوة حاصل ضرب عناصر الكتر الرئيسي سالب واحد في سالب اربعة في اتنين يبقى موجب اربعة في اتنين يديني موجب تمانية طيب هنخذ دلوقتي هندخل على المعكوس الدربي للمصفوفة اقول كده بين اي المصفوفات الاتية اي المصفوفات الاتية لها معكوس دربي اتنين واحد سالب واحد واحد واضح ان ايه على نصب كم في كم اتنين في اتنين طيب تقولي اول حاجة اجيب محددة هزي المصفوفة لو فردت المصفوفة دي اسمها ألف اجيب محددة المصفوفة اللي ايه محددة ألف عبارة عن ايه اللي ايه بسميها برضو دلتة يبقى محددة اتقلب بسميها دلتة ازاي سالب واحد عبارة عن اتنين سالب واحد 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 اقدر اجيب المحددة اه قيمة المحددة اضرب اتنين في واحد باتنين ناقص سالب واحد يبقى زائد واحد يبقى اتنين زائد واحد بتساوي تلاتة تلعت لا تساوي صفر لا تساوي صفر إذن يمكن إيجاد المعكوس الضربي للمصفوفة يقول لي الله طيب لو سوى صفر يبقى لا يمكن إيجاد المعكوس الضربي للمصفوفة تعال شوف سؤالي بعده كلا المصفوفة بيه عبارة عن عبارة عن 2 6 1 3 يقول لي تعال جي محددة به محددة به بتساوي 2 6 1 3 فك المحددة حاصل ضرب عناصر الكتر الرئيسي 2 2 ضرب 3 أيوة نجلاء السلام عليكم وعليكم السلام عليكم واركاتم إزاك يا نجلاء الحمد لله بتبعانا أه الحمد لله تحل معانا ولا عندك سؤال هحل معانا طيب أحنا بجيب دلوقتي إيه بنشوف إنت يكون للمصفوفة معكوس ضربي أه بجيب المحددة بتاعت المصفوفة والله لو تلع لها قيمة لا تساوي السفر إذا ليمكن إيجاد المعكوس الضربي إذا طلعت بسفر إذا لا يمكن إيجاد المعكوس الضربي معايا أه تعال جي محددة به بقى اضرب معايا 2 في 3 6 برافو ناقص 1 في 6 6 6 يساوي كام 6 6 بتساوي كام 6 بتساوي السفر إذا لا يمكن إيجاد المعكوس الإيه الضربي الضربي برافو عليكي يبقى قلنا المصفوفة دي بسميها مصفوفة منفردة أنت بحتاج الكلام دي بثالتة إن شاء الله بسميها مصفوفة منفردة يعني هي ليس لها معكوس ضربي يبقى إمتى يكون لها معكوس ضربي أجيب المحددة بتاعتها طلعت بعدد لا يساوي السفر إذا يمكن إيجاد المعكوس الضربي طب طلعت بسفر إذا لا يمكن إيجاد المعكوس الضربي طيب تعالوا شوه مثال مع بعض أقول لك كده أوجد قيمة ألف أوجد قيمة ألف التي تجعل للمصفوفة ألف اتنين تمانية ألف معكوسا ضربيا يقولي الأول هساوي المحددة بإيه أجيب محددة ألف معايا هساوي محددة ألف بإيه الأول بالصفر هساويها بالصفر الأول أيوة ملييني ألف ألف تساوي تمانية ألف يلا فك معايا ألف 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 تمانية ألف 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 أيوة ألف تربية ألف تربية برافو ناقص التن في تمانية ستاشر بتساوي ستاشر يبقى ألف بتساوي ألف تربية بتساوي كام ستاشر يبقى ألف بتساوي كام ألف تربية بتساوي ستة ألف تربية بتساوي ستاشر يبقى لي بتساوي موجب وسلم كام اربعة يبقى دي قيمة الف اللي تخلي المصفوفة تساوي اللي خلي المحددة بتساوي سفر يبقى دي القيم اللي تخلي المصفوفة ليس لها معكوس ايه ضربي اه ليس لها معكوس ضربي طيب انا عايز القيم اللي تخلي لها معكوس ضربي تقول لي خد كل القيم معادة مين ومين معادة اربعة وايه اربعة بالضبط كده يبقى أقول له كده ألف تنتمي إلى حفر أربعة وسالب أربعة معين يا جلاء؟ آه يبقى دي القيم اللي هتخلي المصفوفة دي ليس لها معكوس إيه؟ ضربي طب هو عايز قيم ألف التي تجعل لها معكوس ضربي تقول خد كل القيم مع عدل قيمتين أربعة وكام؟ وسالب أربعة أربعة وسالب أربعة شكراً على المشاركة وتابعينا من الشاشة طيب دلوقتي أنا أكلم هنا مدينة مصفوفة به والمطلوب إيجاد المعكوس الضربي أقول هنا أقول هنا تلاتة تلاتة واحد اتنين أربعة سين صاد سين صاد يبقى سين صاد سفر واحد واضح جداً ان دي عبارة عن معادلة مصفوفية معادلة مصفوفية معادلة مصفوفية الملطوب إيجاد قيمة كل من سين وصاد إيجاد قيمة سين وصاد يقول لي خلاص المصفوفة اللي هي في طرف الأي ما تسميها مثلاً ألف سين مصفوفة لألف ودي مصفوفة المتغيرات ودي مصفوفة السوابت هقول لك هنا تلاتة سين زائد اتنين صاد تلاتة سين زائد اتنين صاد وهنا سين زائد اربعة صاد بتساوي صفر بتساوي واحد تلاتة سين زائد اتنين صاد بتساوي صفر وسين زائد اربعة صاد بتساوي واحد بنظام المصفوفات تقول لي حشل حلاب المصفوفات لازم أول خطوة أجيب المصفوفة ألف لها مصفوفة المعاملات المصفوفة ألف هي مصفوفة المعاملات معامل السين فوق بكام تلاتة تحتيها واحد يديني معامل السين معامل الساد فوق كام اتنين معامل الساد تحت كام اربعة معامل الساد فوق اتنين تحت اربعة يبقى اتنين اربعة يديني مصفوفة المعاملات طيب المصفوفة اللي بعدها مصفوفة المتغيرات عندها كم متغير يقول لي متغيرين يعني حل معادلتين من الدرجة الأولى في مجهولين في مجهولين اللي هو سين وصاد يبقى أول خطوة جبت محددة المعاملات خدت معامل السين فوق ومعامل السين تحت وخدت معامل الساد فوق ومعامل الساد تحت تاني خطوة طلعت مصفوفة المتغيرات تالت خطوة طلعت مصفوفة السوابت يبقى مهم جدا وأنا بردت بالمعادلات لازم أتأكد أن الحد المطلق في الطرف الأيصر يقول لي لو كان بدخل الرقم ده جوه أنا أطلعه في الطرف الأيصر بإشارة مخالفة يبقى جبت محددة كان مصفوفة تلاتة مصفوفة المعاملات لمعامل السين ومعامل الساد ومصفوفة المتغيرات عبارة عن متغيرين سين وصاد وبعين مصفوفة السوابت طب أنا عايز أوجد سين وصاد يبقى لازم أود المصفوفة ألف الناحية الثانية أودها إزاي؟ يقول لي أودها بمعكوس ضربي يعني المصفوفة سين المصفوفة اللي هي مصفوفة المتغيرات سين وصاد بتساوي ألف أس مينس ون في صفر وواحد ألف أس مينس ون يعني يعني المعكوس الضربي للمصفوفة ألف يبقى نجيب المعكوس الضربي للمصفوفة ألف واللي يطلع أضربه في المصفوفة صفر وواحد طب عشان يجيب المعكوس الضربي أول خطوة يجيب إيه؟ يقول لي أول خطوة يجيب الدلتة يجيب الدلتة محددة ألف محددة ألف عبارة عن تلاتة اتنين واحد أربعة تلاتة فاربعة باثناشر ناقص اتنين فواحد باثنين يساوي كام؟ عشرة تلاتة تساوي صفر إذن يمكن إيجاد معكوس ضربي للمصفوفة يمكن إيجاد معكوس ضربي للمصفوفة يبقى هنا المعكوس الضربي بيساوي إيه؟ ألف مينس ون بيساوي إيه؟ يساوي واحد على المحددة يساوي واحد على دلتة وحط المصفوفة هبدل عناصر القطر الرئيسي هبدل عناصر القطر الرئيسي أربعة مكان التلاتة وتلاتة مكان أربعة وغير إشارات القطر غير الرئيسي يعني ده موجب أخليه سالم وده موجب أخليه سالم تاني لإيجاد معكوس الضربي المصفوفة واحد على المحددة وبدل عناصر القطر الرئيسي وغير إشارات القطر غير الرئيسي أربعة مع التلاتة تبديل طيب هنا اتنين وإنا سالب واحد غير إشارات يبقى سالب اتنين وسالب واحد جلت المعكوس الضربي عود بيه هنا يبقى واحد على عشرة فيه أربعة سالب واحد سالب اتنين تلاتة وغير إشارات القطر غير الرئيسي بالضبط تعالوا شوف ده شرط الدرب الأول يا شرط الدرب الأول سالبو قلنا عبارة عن إيه هنا دي عبارة عن اتنين في اتنين طب لو صبحت عندي سؤال اه اتفضلي اه حسامو صلسي اتفضلي ايوة بنتي ايوة اه اه اصواني علي صوتك شوية بس بيقولي المجدار جت ايوة المجدار جت تسعين ناقس سيتا تسعين ناقس سيتا ايوة اه وفي القوص قال سيتا ناقس تسعين ايه وأبسط صورة خلاص جت تسعين ناقس سيتا فيه حاجة تانية قال سيتا ناقس سيتا ناقس تسعين اه حلو كلام بس كده اه طيب بصوا معايا كده هو القامة لوب مين القامة لوب جتا القامة لوب جتا يعني القادة اشيلها وحط ايه واحد على ايه واحد على جتا واحد على جتا جتا ايه سيتا ناقس سعين اه طيب عايز ابدل لجوه السيتا ناقس السعين عايز اعملها تسعين ناقس سيتا يبني هغير ايه اشارة الاشارة كلها هبدل لغير اشارة الجتا بتعمل ايه بتأكل الاشارة الجتة دلة زوجية الجتة ايه؟ دلة زوجية اه يعني ما اجا قولك كده جتة سالب سيتة تقولي بتساوي جتة سيتة يبقى الجتة بالطير الايه؟ بالطير الانشارة السالبة يبقى دي نفسها هي 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 جتة تسعين ناقس سيتة وفوق عندك اينا جتة تسعين ناقس سيتة يبقى هنتاير دي معادي بقى ديني كامل حبيبي؟ واحد بالزبط كده وصلت؟ اه. بس عندي سؤال تاني معلش. اتفضلي. اتنين جا تربية سيتا. اتنين. علي سلتك شوية. اتنين جا تربية سيتا. زائد جا تربية زيتا. ايوة. زائد واحد على قوة تربية سيتا. بتساوي? مه. هنا بقى. بتساوي؟ اه. بتساوي ايه? م verso طورة يعني. عايز الم سطورة. طب فين لن تبقينا معي تبقي معي. يقولنا واحد علاقة تربيتع. قلنا مقلوب القالية ايه? مقلوب القالية ايه? مقلوب القالية هي جتا. يبقى مقلوب قالية تربيع جتا تربيع. مقلوب قا جتا يبقى مقلوب قا تربيع جتا تربيع وهنا جتا تربيع وهنا اتنين جتا تربيع تعجمع المتشابه يبقى اتنين جتا تربيع سيتا جمع جتا تربيع سيتا وجتا تربيع سيتا ايوه اتنين جتا تربيع سيتا خل اتنين عمل مسترق يتفضل جتا تربيع سيتا زائد جاتا تربيع سيتا جاتا تربيع سيتا زائد جاتا تربيع سيتا بكام؟ ايوه واحد في اتنين يديني كام؟ رابع عليكم يبقى كلا ما يكون معلموا الطبقات الاسسية مهم جدا مقلوب اققى ايه؟ مقلوب اققى جاتا يبقى مقلوب قا تربيع جاتا تربيع يبقى جاتا تربيع زائد جاتا تربيع اتنين جاتا تربيع وعند اتنين جاتا تربيع من الاول كل اتنين عامة مسترك تقدر جاء تربيع إذا جاءتها تربيع لها بكام واحد في اتنين يديني اتنين نرجع تاني نرجع تاني للسؤال بتاعنا قلنا هنا كنا بنجيب بالحل المعادلة المصفوفية قلنا جبنا المعكوس الدرب المصفوفة هي واحد على عشرة في اربعة سلب اتنين سلب واحد تلاتة ودي على النظم اتنين في اتنين وهنا دي على النظم اتنين في واحد يمكن إجراء عملية الدرب طبعا والمصفوفة النتيجة على النظم التنين في واحد هقول كده واحد على عشرة ده كله المصفوفة سينوسات هقول واحد على عشرة هنا صف اول عمود اول صف اول عمود اول اربعة في صفر صفر سالب اتنين في واحد سالب اتنين طيب صف تاني صف تاني عمود تاني سالب واحد في صفر جاءت تلاتة في واحد تلاتة نضرب كده نضرب كده يبقى عبارة عن ايه يبقى عبارة عن سالب اتنين من عشرة وهنا عبارة عن تلاتة على عشرة يبقى اذا مجموعة الحل عبارة عن سالب اتنين على عشرة و تلاتة على عشرة يقول لو عبطت هنا الحل طبعا المعادلة يبقى كده اتعاملنا مع حل المعادلة المصفوفية طيب تعالوا نشوف مع بعض طريقة كرمر لحل المعادلات حل نظام المعادلات باستخدام طريقة كرمر ممكن ناجه في السؤال باستخدام طريقة كرمر حل نظام المعادلات الاتية اتنين سين ناقص تلاتة صاد بتساوي تلاتة سين زائد اتنين صاد بتساوي خمسة يقول لي اول خطوة هجيب دلتة ايه دلتة يقول لي محددة المعاملات طيب فاصل فاصل ونرجع نكمل تاني مع بعض حل نظام المعادلات باستخدام طريقة كرمر عندي معادلتين اتنين سين تلاتة صاد تساوي تلاتة اول خطوة هجيب محددة المعاملات دلتة اتنين واحد سالب تلاتة اتنين وفوق اتنين في اتنين اربعة ناقص سالب تلاتة في واحد يبقى زائل تلاتة اربعة زائل تلاتة سبعة هجيب دلتة سين هجيب دلتة سين ازاي اشيل محددة المعاملات اشيل السينات وحط لحد المطلق اشيل عمود السينات وحط لحد المطلق يبقى تلاتة خمسة ونزل الصاد زاي ما هو طب افك تلاتة في اتنين ستة ناقص سالب خمستاشر يبقى ستة زائد خمستاشر واحد وعشرين طب دلتة ساد بتساوي ايه اشيل عمود الصاد اشيل عمود الصاد وحط مكانه لحد المطلق اتنين في خمسة بعشرة عشرة ناقص ثلاثة بتساوي سبعة يبقى اه درجيب كم تسين بتساوي دلتة سين على دلتة واحد وشعشين على السبعة اه درجيب الصاد ايوة عبارة عن سبعة على سبعة بتساوي واحد يبقى مجموعة الحل تلاتة واحد يبقى كده حصلنا على حل المعادلات باستخدام طريقة كرمر ولا يسعني الا انا اتقدم لكم بخالص الحب والتوفيق شاء الله يا رب بإذن الله وتمنى لكم التوفيق واصلة برنامج بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته